ليس بالضرورة أن تكون متهماً بالانتماء لتنظيم الدولة حتى تقاسي ألوان العذاب يكفي أن تكون قريباً لأحد المتهمين بالانتماء للتنظيم لتعتقل أنت وعائلتك بكل أفرادها وتودع في مخيمات مغلقة معزولة بشكل كامل عن عيون الرقابة هذا في العراق عنوان لما تسمى بمخيمات أسر عناصر تنظيم الدولة المنتشرة في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار والبالغ عددها ست معتقلات توجد فيها مئات الأسر العراقية من الطفل الرضي حتى الشيخ الكبير ويعانون ما يعانيه بقية النازحين وزيادة في الإهانات اليومية بمختلف أنواع الشتائم وحفلات تعذيب جماعية واعتداءات جسدية بكل الطرق التي أصبحت خبيرة بها ميليشيات الحشد والقوات الحكومية المسؤولة عن إدارة تلك المخيمات صحيفة العرب الجديد تروي قصصا مروعة من الجحيم اليومية الذي يعيشه أقرباء المتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة حيث ارتفعت معدلات الانتحار بين فئة المراهقين والشباب من شدة ما يلاقونه من الميليشيات والقوات الحكومية ضربا وإهانة وشتائم لا حدود لفضاعتها وتنقل الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن حيدر العبادي على علم مباشر بكل ما يحصل في تلك المخيمات دون أن تتخذ حكومته أي إجراء بشأن هذه الانتهاكات الخطيرة التي وصفتها وأكدت حدوثها منظمة هيومن رايت سووتش بقولها إن معاقبة السلطات الحكومية لأسر بكاملها بسبب أفعال أقاربها تعد جرائم حرب مفوضية حقوق الإنسان وصفت الحياة في تلك المخيمات بالمستحيلة فعلاوة على التعذيب والإهانات تنعدم البيئة الصحية فيها وتنتشر الأوبئة والأمراض وخصوصا فيروس الكبد الوبائي وأمام هذا الواقع تؤكد المفوضية رفض مديريات الصحة تقديم المساعدات للمعتقلين في مخيمات لا عنوان يناسبها إلا الموت البطيء